تعال بقى يا كريم نروح لموضوع تاني يلا للموضوع حلو قوي من الحاجات اللي أنا بحبها لأن فيها إنسانية أنا أي موضوع برضو يبقى فيه إنسانية شوية كده أو الإنسانية بتبقى طاغية في هذا الخبر بحس أن إحنا لازم نديها اهتمام كبير جدا النهاردة زي ما بيتقال كده هيصدل الستار على بطولة كاس العالم الأولى ليه كرة اليد ليه الكراسي المتحركة وتكلمنا فيها قبل كده هي ابتدت يوم 22 وحتنتهي النهاردة 25 سبتمبر وحتختتم أو هتختتم المنافسات خلاص إن شاء الله بالمباراة اللي هتكون النهائية وحيلعب منتخبنا الوطني أمام المنتخب البرازيلي هتكون الساعة السابعة تحديدا النهاردة وبيصبق المباراة النهائية طبعا المباراة الميدالية البرونزية واللي هتجمع بين منتخبات شيلي وسلوفينيا في تمام الساعة الخامسة هتكون عصرا ومباراة برضو تحديد هنا المركزين الخامس والسادس اللي هتجمع بين منتخبات الهند وهولندا هتكون الساعة الثالثة عصرا وكان طبعا منتخبنا لو هنرجع كده شوية نتكلم عنه فاز بأربع مباراة من أصل خمسة قضاء في الدور الأول للمونزيال وكمان احتلب فيها المركز الثاني في ترتيب الدور الأول برصيد هنا ثمن نقاط عشان يتأهل بعد كده للمباراة النهائية أمام بقى البرازيل والبرازيل برضو منتخب حتى في الكراسي المتحركة يعني مش ممكن في كده الشعوب بتبقى جينات يعني فهما هتبقى مراقوية نتمنى الفوز طبعا للمنتخب المصري مقدمين شغل محترم جدا بقول حضراتكم أربع مباريات فوزنا فيها من خمسة أعتقد فيه أمل كبير جدا الساعة 7 بإذنان يجي بكرة بقى نقول ان احنا فوزنا بالبطولة بس هي حاجة محترمة والحلوة تاني ان انت بتتكلم عن بطولة دولية أول مرة تقام في العالم وقيمت في مصر بين يوم 22 والنهاردة النهاية بتاعتها أو الختام بتاعتها فبردو دي حاجة أعتقد تعتبر نجاح في ملف الرياضة المصرية يعني